اهلا بكم الى موجز اخبار الان دانت دولة الامارات العربية المتحدة الجرائم المرتكبة بحق مسلمين روهنغا واستخدام السلطات في ميانمار القوة والعنف ضد الاقلية المسلمة وتشريد عشرات الالاف منهم مؤكدة استمرارها في مد يد العون وتقديم المساعدات الانسانية للروهنغا ودعمها الجهود المبذولة للتخفيف من معاناتهم والتصدي لاوضاعهم الانسانية وصلت قوات النخبة في الجيش العراقي الى مشارف مدينة الحويجة بهدف تمهيدا لانطلاق عمليات تحريرها من تنظيم داعش الارهابي بحسب ما افاد مصدر امني هناك فيما دعت القوات عبر منشورات القتها الطائرات العراقية عناصر التنظيم الموجودين في القضاء الى تسليم انفسهم رفضت اعلى محكمة في الاتحاد الاوروبي دعا واقامتها سلوفاكيا وهنجاريا بشأن سياسة الهجرة في التكتل وايجدت حق بروكسل في اجبار الدول الاعضاء على استقبال طالبي اللجوء وخلصت محكمة العدل الاوروبية الى ان الاتحاد الاوروبي يحق له اصدار اوامر للحكومات لقبول حصص من اللاجئين واغلبهم من السوريين الذين سيعاد توطينهم من ايطاليا واليونان قضى خمسة اطفال على الاقل عندما غرقت مراكب محملة باللاجئين الروهينجا الفرين من العنف في بورما في ساحة مبكرة من اليوم وقالت سلطات ثلاثة او اربعة مراكب غرقت في مصب نهر ناف الذي يفصل بنجلاديش عن ولاية راخين المضطربة في ميانمار وسط مخاوف من احتمال وقوع مزيد من الضحايا تسببت التجربة النووية التي اجرتها كوريا الشمالية الاحد بانهيارات ارضية في منطقة الانفجار ومحيطها وفق ما تظهر الصور التي التقطت عبر الاقمار الصناعية واحدثت التجربة النووية السادسة التي اجرتها كوريا الشمالية زلزالا تبعه هزة ارضية الامر الذي اثار اسئلة حول احتمال حصول انهيار وانتشار مواد مشعة اشتاح الاعصار ارما جزر الكريب الشمالية اليوم بمزيج من الرياح والامطار وربما يكون في طريقه للوصول الى اليابسة في فلوريدا مطلع الاسبوع المقبل وقال المركز الوطني الامريكي للعاصير ان مركز الاعصار ارما مر فوق جزيرة باربودا في وقت مبكر اليوم وربما يصل الى فلوريدا السبت قالت الشرطة الالمانية انها استعادت عددا من الاعمال الفنية المسروقة للرسام التعبيري المعاصر جورج بازلت تبلغ قيمتها مليونين ونصف المليون يورو بعد ان حاول اللصوص بيع بعضها واضفت الشرطة ان السلطات استعادت 15 لوحة من اصل 19 سرقتها عصابة يترأسها عامل توصيل تخصص في نقل القطاع الفنية الى اللقاء اشتركوا في القناة